دلوقتي تعالوا نروح سريعا لزميلتنا ليندة عبداللطيفة عشان نتعرف معها على آخر أخبار التقص والعملات وأسعار الدهب صباح الخير يا ليندة صباح خير مصطفى صباح خير هدير صباح الخير يا ليندة الحقيقة مصطفى في ارتفاع طفيف درجات الخرارة بالنسبة بتتروح من حوالي أربع درجات في القاهرة عن المبارح وكمان بكرة هتزيد درجة عن النهار ده يعني فعلا حر الإسبوع ده زي ما قالوا بعد موجة البرد اللي حصل بدايتها من النهار ده صباح خير عليكم مشاهدين دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.52 أما الشراء فسجل 18.44 اليورو البيع سجل 19.43 أما الشراء فسجل 19.33 الجنيه السليني البيع سجل 23 جنيه و3 أروش أما الشراء فسجل 22.91 الفرانك السويسري البيع سجل 19 جنيه وقرشين والشراء سجل 18.92 هنروح لنيوان الصيني البيع سجل 2.80 أما الشراء فسجل 2.78 الريال السعودي البيع سجل 4.94 أما الشراء فسجل 4.91 الدنار الكويتي البيع سجل 60.41 أما الشراء فسجل 60 جنيه و5 أروش والدرهم الاماراتي البيع سجل 5 جنيه و4 أروش والشراء سجل 5 جنيه وقرشين وبالنسبة لمتوسط أسعار الدهب فعيار 18 سجل 1011 جنيه للجرام أما عيار 21 فسجل 1180 جنيه للجرام وعيار 24 سجل 1348 جنيه للجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 9.490 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدين نسترد مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة فيه ارتفاع فيه درجات الحرارة والطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والشمال الصعيد وفيه النهاردة شبورة مائية الصبحة على طرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وفيه كمان نشاط لرياح على السواحل الشمالية الغربية ده غير فرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 وأقل درجة حرارة في دميات 24 هنتابع مع حضرتكم أحوالي طقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية دلوقتي هنرجع لأمو الصفة وهديرة عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر إليكم شكرا لك شكرا لك